صدقوني لو كانت كل هذه الآثار العظيمة في أي وطن آخر كإسبانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو بريطانيا لأبقت حكوماتها على جميع ما تركته العهود المتعاقبة ولحمت آثارها من السرق والتاريب ولمنعت رؤساء أحزابها من احتلال منازل حكام العهود البائدة شيء آخر حتى لو كسر المزايدون جميع هذه الآثار أو سرقوها وهربوها وباعوها في الخارج فلن يستطيعوا محوها من أذهان أهلها ولا من تاريخه علق الزميل الكاتب والمحلل والأديب الأستاذ فلاح المشعل يقول يضيع التراث إذا سيطرت العقائد وتخلت عن المنهج العلمي في قراءة أحداث المحلل وبهذا تصبح الأمة قاتلة لتاريخها وحضارتها ومجدها القديم هذا ما يحدث الآن من تخلف حيث يسعى البعض من أصحاب الأصوات الطائفية إلى شتم ماضي ثم يهملون أزمات الحاضر والمستقبل نصيحتي للعقلاء أن لا تردوا على من يهاجم تمثال أبو جعفر المنصور لكي تقطعوا الطريق على غاياتهم المبيتة سرجون العظيم العراق نبوخذ نصر العراق شلمنصر الأول العراق صلاح الدين الأيوبي العراق حامرابي العراق أبو جعفر المنصور الذي بنى بغداد وجعلها حاضرة الدنيا في العراق هارون الرشيد وإمبراطوريته العظيمة في العراق الأمين والمأمون وحركة التريامة التي أخذتها أوروبا عننا في العراق مكتبة بغداد أكبر مكتبة في العالم وفي التاريخ في العراق سفيان الثوري العراق الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان من العراق الإمام العظيم أحمد بن حنبل من العراق الإمام الليث بن سعد من العراق الإمام موسى الكاظم من العراق زيد بن علي من العراق أبو الأسود الدؤلي الذي وضع علما نحو وكان وليا على البصرة في العراق الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي وضع علم العروض من العراق الدكتور فاضل السمرائي العراق بشار عواد العراق عماد الدين خليل العراق ماهر سيد الفحلة العراق غانم الفدوي العراق ابن الهيثم العراق يعقوب بن إسحاق الكندي العراق محمد الفازاري العراق حنين بن إسحاق العراق ابن مسوي العراق يا خبر بيضي فلاح إيه ده إيه العظمة ده إيه ده كل ده في العراق واسمحوا لي هنا أن أدعو كل عراقي يجهل قيمة تاريخه وآثاره ومناقبه وسجله الحضار العظيم إلى أن يستمع ويشاهد هذه الشهادة الذهبية التي أبدع في سردها شقيق من مصر فلاح مصري منصف وعادل وشريف أول كتابة في التاريخ الكتابة المسمارية 3000 سنة قبل الميلاد العراق أول زراعة للحبوب العراق أول عجلة صنعت في التاريخ العراق أول محراث للبذور العراق أول مركب شراعي العراق أول ري صناعي العراق أول من حفظ السيجلات التجارية العراق أول من استخدم نظام الرياضيات والعد العراق أول خدمات مصرفية العراق أول من قسم الدائرة إلى 360 درجة العراق أول معادلات جبرية العراق أول مدن في العالم في حقبة أوروك العراق أول إمبراطورية متعددة الأعراق الإمبراطورية الأكادية 2334 قبل الميلاد وسرجون العظيم العراق أقدم مدونة قانونية في التاريخ مدونة أوروكاجينا العراق أقدم شريعة في العالم شريعة حامورابي العراق أقدم ملحمة في التاريخ ملحمة جلجامش العظيم العراق برع العراقيون القدماء في علم الفلك والرياضيات والهندسة في العراق أول من بنى الحدائق المعلقة حدائق بابل المعلقة من عجائب الدنيا السبعة التي بناها نبوخة نصر لحبيبته العراق أول نظام صرف صحي في العالم في العراق أول برج في التاريخ برج بابل في العراق اختراع الوقت الستيني هم اللي جسموا الدجيجة لستين سانية وش كده العراق أول من صنع الحلي من الذهب بعد أن كانت تصنع من المعادن السمريين العراق أول تسمية للفصول والأشهر العراق أول من استخدم سلاح الفرسان وصنع المضرعات العراق أول من صنع الزجاج العراق أول تلفزيون يدخل في العالم العربي 1954 في العراق أول باص بدورين الباص الأحمر ده العراق يا خبرة بيضة إيه ده؟ إيه ده في اللح ده؟ إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ كل ده في العراق ده في العراق القديم